السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله انا عنك الا العبادة ولا عمل صالح كيبقى معاك وكديه معاك ملكة مشير الدار الاخيرة كتلقى الاهوال يوم القيامة لتكلم عنها في اول حلقة يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل دات الحمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذب الله الشديد هاد الاهوال هادي ان ايساك يقلب شو واحد يحميه هنا غي يظهر عند الناس واحد المخلوق جميل وقوي وعنده القدرة على الحماية ماش دارك ملكي ولا قوة مساعدة ولا جيش ملكي لا هذا مخلوق غريب مخلوق غريب قوي كل واحد منا غي يظهر له هاد المخلوق مخلوق قوي كيساعدك وكيحميك وكيكون معاك وكيوجك وكياخد به الدكتر واستقبر الامن شو كونه هاد المخلوق حتى ان الانسان ملكي كل هول والناس خايفين كيبال يد المخلوق يساندك ويأخد بيدك وكييتقدم هو الخطر وكيحميك حتى كيستقبر الامان والناس غيسول وغيقول من انت من انت انا امي وابي تخلوا علي انا اولادي تخلوا علي انا زوجتي تخلت علي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغنيه شكنت ايو المخلوق لعندك الرغبة في الانقاذ والحماية وابغيت تعاوني وتساعدني وتوقفني في هذا الهول دي القيامة والزلازل والبركة شكنت ردي يقول لي انا عملك الصالح انا عملك الصالح انا كنت تصلي وكنت تنفق من الحسنات وكنت تعمل الخيرات انا عملك الصالح ربي عز وجل جعلني هكذا قوي وجعلني متعاطف معك وكان بعض الناس يبليم وحد المخلوق شاحب وهو ضعيف وهو غير قاضي يقول لي انقذني انقذني يقول لي لا استطيع ارجوك انقذني من هذه الاهوال والله اريده ولكن لا استطيع غدي سوليش كنتاني ما تستطيع قدم لي المساعدة كنت طلبك ما كنت تبقيش ما بغيتش يقول لي انا عملك عملك الغير الصالح انا عملك الفاسد انا ضيعتاني واضعفتاني انا الذي لم تكن تصلي لا فجرا ولا ضبرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا نوافل انا الذي كنت تضيعني في اشيئتا فيها انا اسرت هكذا ضعيفا فالانسان ينتبه هاتش لي وقال لنا الان ايه الاحباب الكرام بخلاصة ان عصر الانبياء انتهى مع بعتة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وامام المرسلين انتهى عصر الانبياء مبقاش لكن بقية الرسائل الرسالات انتهت لكن الرسائل باقية ومن هذا الزلزال ورسالة لنا جميعا لكي نبدأ حياة جديدة ونتعاون في الخير ونتنافس في كل عمل يحبه الله ورسوله اسأل الله تعالى ان يرزقنا وإياكم الايمان واليقين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يزدنا وإياكم من فضله وانكتر ايه الاحباب الكرام من الاستغفار الاكتر من الاستغفار عمر الخطر ما يحط به نهائيا مهما وقع فاللهم يا رب العالمين انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعود بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بدمبي فاغفر لي فانه لا يغفر الدنوب إلا أنت اللهم يا رحمن يا رحيم هذا كتسم سيد الاستغفار بريدكم أيها الاحباب الكرام ديما نردده هذا الذكر اللي يردده عمره من خاف في حماية كاملة هذا تأمين اسيرانس رباني تسمى سيد الاستغفار نقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعود بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم انت احق من ذكر اللهم انت احق من عبد اللهم يا رب العالمين نسألك يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا دلجلال والإكرام اللهم اني اعهد اليك في هذه الحياة الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبدك ورسولك واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور اللهم انت احق من ذكر وأحق من عبد اللهم انت الملك لا شريك لك وانت الفرض لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر سبحانك سبحانك يا رب العالمين اسألك اللهم بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والاراضين ونسألك يا ربنا بكل حق هو لك وبحق السائلين عليك نسألك اللهم ان تحفظنا وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين احفظنا يا ربنا من الزلازل واحفظنا يا ربنا من الفيضانات واحفظنا من الإعصارات واحفظنا من الحرائق واحفظنا يا ربنا من الجفاف واحفظنا من كل الكوارث اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم وارعانا بما رعيت به الذكر الحكيم يا رحمن يا رحيم ما شئت كان وما لم تشأ لا يكون الحياة سرع والحياة كفح والحياة ينبغي ان نعيشها طولا وعرضا احنا لا نختار كل شيء هناك اقدار يفرضها علينا القدر اما فقر اما مراد اما نقصا احبة علينا ان نصبر وعلينا ان نقاوم وعلينا ان نستمر في العمال نستمر في الابداع واحسن ما يهتم به الانسان هو طلب العلم لان طلب العلم هو نور يقال بان العلم لابناء الاغنياء جمال ولابناء الفقراء مال وجمال الى كان واحد ينتمي الى اسرة غنية وقرى العلم يقعد عنده الجمال المال هو موجود عنده ولكن من اللي يقرى العلم يقعد عنده الجمال فوق المال اما الفقير فالعلم بالنسبة له مال وجمال يعني غادي يرقع من الوضعية الاقتصادية يديله ويجي واحد نهار اللي غادي يقدر يبدع وغادي يقدر يخدم وغادي يقدر يصرف على نفسه وغادي يقدر يعطي للاخرين فضيما كان نشجعوه على طلب العلم رغم الظروف الصعبة اللي انقطع عن الدراسة ربما كان في البادية كان عوائق اللي اعترضت طريق دياله راكين فرصة ثانية عدنا مجموعة جمعيات في المغرب كتسمى جمعية فرصة ثانية اشنا هو الضور دي هذه الجمعيات هما كيقدموا الدعم لي فاتوا الفرصة قال لك انا فاتني القطار انا را ما وصلت الوالو يقولي لا ما كينش نهاية ما زال ما حدك في الحياة كتنفس ما حدك في الحياة قلبك ينضب ما زال عندك الامل وما زال عندك الفرصة ديالنجاح فكيأتوا فرصة ثانية سواء اللي انقطع عن الدراسة كيأتوا فرصة ثانية لتعلم اللي ربما انقطع عن الزواج ربما وفشل عاطفيا او كيأعود يأتوا فرصة ثانية يدعموه باش يقدر يزيد يغير حياته وتستمر معه الحياة اوفشل في اي مشروع كيأتوا دعم نفسي والتوجيهات المفيدة باش يعاودي كم بالطريق ديالو فاحنا بغينا جميعا ايوال احباب والكرام خصوصا لمي احنا اللي عشناها مع هات الزلزال غا تعطينا واحدة الرؤية جديدة للحياة هات الزلزال ما بغيتكمش ايوال احباب والكرام يبخلي فيكم واحد ضعف نفسي لان البعض كيسماك يقول لك راني باقي عندي الخوف وعندي الهلاع لا ينبغي ان نتجاوز هذه هي مرحلة مرحلة بسيطة ربنا تجلى لنا بعظمته وقوته وجواروته اسماء الله الحسنة الله تعالى اسمه اللطيف كالقول الطاف الربانية الله اسمه الرحيم كجف الرحمة ديالو الله اسمه الكريم كالقول كرام ديالو هذه الاسماء كالسماء الجمال والله تعالى عنده اسماء الجلال اسماء الجمال واسماء الجلال الجلال هي القهار الجبار القوي المتكبر المسيطر فربونا سبحانه وتعالى تجلى لنا في هذه الحادث بش عرفنا بنفسه وإحنا كنزداد لعرف الله تعالى يزداد معرفة ويعمق هذه المعرفة واللي كنغافل يستيقظ هذا كتسمة به الغافلين نتجاوز دميحنا مبقاش في قلوبنا الخوف بالعكس كنا دميحنا هي دافع لنا إلى الأمام لكي نعمل أكثر يكون عندنا خط فاصل ما قبل الزلزال وما بعد الزلزال هو أننا ننظر إلى الحياة بأنها فرصة ذهبية تمينة نعرف قيمة الحياة ما نقوش دائما نشعر بأننا أشعر بالملل أشعر بالسآمة أشعر بالقلق هذا كل من تلبيس إبليس بالعكس نقول الحياة فرصة ذهبية أنا محظوظ لأن ربي عز وجل مد لي في العمر وما زال أعطاني القدرات باش نقدر نخدام ونبني ونعمار ونشياد ونسعاد ونخلق الحياة نزرع ونفلح حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل القيامة قيمة يعني غدا أنت بعته وانت في يدك فسيلة وحد النبتة قال لك إن استطاع أن يغرسها فليفعل يعني دائما الإنسان عنده العمل ولو الخطر نحن ما زال العمر دي أن ننشأ الله تعالى ولمش نحن كين ولدتنا وكين أبناء الشعب وكين أبناء الوطن نعمل ونشتهد والقوي منا يأخذ بيده الضعيف والإنسان يعيش لحياة طولا وعرضا يستمتع بها السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله